مع خبر 12 يوم السبت 13 نوفمبر سنة 26 هنشوف الخبر اللي بعنوان قتل الصهيونية في فلسطين الخبر بيقول ان استاذ في جامعة فرانكفورت قال ان فيه ناس بيعتبروا ان الاستثمار الزراعي خد بالك الاستثمار الزراعي هم مركزين على استثمار الزراعي من امتى افضل طريقة لقواء اليهود في فلسطين وانه بيقدر يجذب مهاجرين كتير جدد لكن رغم جهود اليهود من سنة 17 والكلام تاني للأستاذ اللي بجامعة فرانكفورت مش انا الا انه ما حققوش نجاح يسكر الاستاذ الالماني رأيه ان ما فيش نجاح يسكر رغم استثمارهم الكبير في الزراعة تعالوا نروح كمان لخبر تاني بيقول السياح في الموسم المقبل قص التفصيلة دي يعني هتحتاج نقف عندها كتير السياح المتوقع يزوره مصر في الموسم المقبل 22 ألف وده اكبر عدد عرفته مصر في تاريخها لحد التوقيت ده هنا بنتكلم سنة 26 وفق جريدة السياسة الاسبعية وبيقول الخبراء انه بيتوقعوا ان فلسطين بقى خد بالك مصر 22 ألف فلسطين 18 ألف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر